السلام عليكم الابنات اتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم اجلت لكم فيديو جديد سنتظر لكم على جوج منتجات التي نستطيع فعلها في البشرة قبل أن نستطيع فعل الماكياج لكي يغلق لنا المسام المفتوحة المسام المفتوحة يكون غير لديهم البشرة المفتوحة أنا عندي مفتوحين هنا ونحتاج برودوي الذي نستطيع فعله ونستطيع فعله في البشرة المفتوحة هذه المسام المفتوحة سنتظر لكم واحدة من المركة العالمية واحدة من المركة حتيية ولكن موجودة في فرنسا هذه المركة ليستطيع فعلها في اسبانيا ولكن يمكن أن تكون المنتجات في الجزائر والمغرب والتونس والمنتجات في فرنسا يكون الأغلبية في المغرب العربي المهم أول منتج هو المنتج قبل أن نضيف الماكياج وقبل أن نضيف كريم الأساس كما تشاهدون كنت شاركت معكم في تطوريال مايكوب وقدرته لكي أضيف كريم الأساس المهم كما تشاهدون هذا البنات من مركة سيفورا وبالنسبة للناس اللي بغيين يعرفوا فينا بلاسا جاء يعني فينا بلاسا محطوط أنا كندرت لكم واحد الفيديو وسط من الكورة الإنجليس في تيندا ديال سيفورا وقدرت لكم وقدرت لكم فين محطوط المهم بالنسبة للناس اللي مازال ما شاهدوا الفيديو أنا سأضيف لكم تحت من هذا الفيديو لكي تقدروا تشاهدوا هذا البردوية اللي بغيين محطوط وكل شيء في هذا الفيديو اللي صورت لكم الوسط من كورة الإنجليس في تيندا ديال سيفورا ثمان ديالو ماشي غالي بحل ما احنا كنتخيله مثلا تكون كده وعشان الله يكون ما بقيتش عقله ولكن ديال 13-12 أورو وكاك 15 أورو باش خديته صراحة زوين بزاف كديري كي شرحت لكم في تلك الفيديو مزيان الفشك انتهازه وصل الكورة الإنجليس هو صراحة كديري كي يخليك البشرة ديالك ليسة ولا رطبة باش ما يبقى وشيبانوا فيها ديفيكتوس وكي يسدلك حتى دوك المساة مفتوحة بحل لا درت شي حاجة يعني سنتلك المساة مفتوحة باش تقدر تدري فندوتان باش الفندوتان باش الفندوتان ديالك يصدق عليك بحال لك يعني وجه ديالك رطبة وبلاء مسام مفتوحة المهم هذ المنتج هده البنات اللي كيدو يجيب بحل على شكل بوماد او على شكل كريمة وكتدري في البلايس اللي انت عندك المساة مفتوحة واللي بغيت تولي لك الليسة ولا رطبة قبل ما تدري فندوتان ونقوم بحالة ونقوم بحالة لوجه ديالي هنا حيث هذا يجب الناس اللي عندهم البشرة الدهنية البنات اللي عندهم بشرة جافة ما يأخذوش كانت تاني اللي قردت لكم هذا في القرطة انجليس هذا الانتئذاذ يعني ديال التكماش كما كان عارفوه البشرة الجافة كتحتاج شي حاجة منتجات اللي نقدرو حنا نديرها البشرة ديالنا الجافة يعني باش ترتاب باش مينو دوننا ولكن البشرة الدهنية وخافيها يعني كريمة ديال الترطيب ديالها وكل شيء ولكن خاصة بالبشرة الدهنية البشرة الدهنية كتجي صعيبة يعني ما ينضوش لها تجاعد مبكرة حيث دائما لدينا إدارة طاعدة المهم هذه خرجوها غير الناس اللي عندهم البشرة الدهنية وخديتها عندهم يعني حتى تصدلك المسام ولا توقفلك باش ما ينضوش باش ما يخرجو لكم الدهن في البشرة ديالكم صراحة من النهار وانا خديتها من ديك شهر عشرة وانا كانت تهنيت بصفة نهائية من الدهن وانا كانت تهتم من الدهن وتنصرحه يعسبوني بزيف دهن ويقابلوني وجهي ويبرق بزيف كما لا ترونيه عادي من غير هذه الخاصة ولكن هنا وهناها ما يبرقش بزيف وقع يبرق بزيف ويباني وجهه ذي مهم هذا المنتج كانت تهتم بزيف ويليقى نفس البشرة الدهنية ويبطيها المسام مفتوحة إذا لديك البشرة مختلطة أو لديك المسام في البشرة نستطيع تضيعها في البلايس و جافة و نستطيع تضيعها في البلايس التي تشاهدت فيها لكي تستطيع تضيع الفندوين بالنسبة للمسامة التي يقولون لها ترطيميانتو أو لديك المسام قبل الماكياج يجب أن تكون مباشرة يجب أن تكون مباشرة لتكون مباشرة سوف أريكم أخرى ولكن على شكل مباشرة كما ترون البناث يجبني الكثير من الريحة الفواكي ترون سوف نأكله الريحة الفواكي و الريحة الفريز وهذا البناث بوروس يجب أن يكون البشرة دهنية ولكن ترون ليس مباشرة ولكن يجب أن تكون مباشرة بريئة و يجب أن يسد هذا المسام قبل أن تكون كريم الأساس هذه المنتجة المباشرة موجودة في جميع الدول لا يوجد أن الناس يجب أن يكونوا يجب أن تكون مباشرة في جميع الدول لأن المتتبعات في جميع الدول لا يوجد شيء غير في إسبانيا و إن شاء الله سوف نأخذ لكم دائما غير منتجات المعروفة لكي يستطيع القوى حتى الناس بمجد شيء غير في دول أخرى لا يوجد شيء غير في جميع الدول لا يوجد لكم ولكن فلنحاول أغسل لكم مركات التي كنت في جميع الدول يجب أن نتقدم المركات التي ستفيد منها المغربة والمغربة والمغربة هذا البنات كما قلت لكم زوين بزافتة وكي يصد المسام وكي يجي على شكل بارة كما تشوفو ساهل كتديري هيك بحل عكر في البلايس كامل اللي بغيت يتغلق المسام وصافي كتديري المنتجيك صراحة الريحة ديالو وعرب زافتة كتديرو كتديرو كتديري الفوندوتين لوجه ديال كيتشم في راحة الفرهز وراحة وراحة تبديسة ذاك شي راحة ديالو وعرب زافتة هذا في هذا هذا انسيت ما قلت لكم هذا ما فيه تشريحة في راحة قليلة علاش حد فيه 90% ديال انجريديام تس نتوراليس ولا منتجات طبيعية يعني واحد 90% ديال منتجات طبيعية المهم دبا انا كان حاليا كندير من هذا وكان ديال من واحد الكريم اللي شاركتها معاكم ديال نيتسيفورا ديال ترطيب البشرة وديال حول العينين يعني كتتحيل انتفاخ ديال حول العين وكنتنقش شوية من الزرق يديد حول العينين تيارة شاركتها معاكم وقدرتها لكم في واحد الروتين ديال تنظيف البشرة ولا العناية بالبشرة توجهتها معاكم هما طبيعيين يعني خرجتهم سيفورا جدادين طبيعيا فيهم انجريديام تس نتوراليس ولا طبيعيين نتوراليس ولا طبيعيين نتوراليس ولا طبيعيين المهمة ابنات هذه المنتجات اليوم جيت نتورك معاكم هاتو الجوجة هاتو اللي صراحة مجربة هم هذا الصغير هذا مجربة من شهر 5 الفايت يعني الشهر يعني الصغير فايت وهذا جربته من شهر 10 من شهر 10 فاش بريتوا لكم وانا كان ندير فيه دائما فاش كان بغي ندير الماكياج المهمة البنات هذا هو الفيديو اليوم انتمنا اه قبل ما انساء بريت نبليكم باللي إذا بغيتو نخلي لكم الرابط دياله هاتو جوج منتجات هاتو تحتمي الفيديو هذا باش يلا يجب انتم تاخذوا اونلاين مابغيتوان البنات هذا را غادي تلقاوا في سيفورا في الكورتة الانجليس ولكن انتم تلكوا في مدريد او بارسلونا را عندكم البنات سيفورا غادي دروري كون عندكم التير دير سيفورا دروري حتي ايه واحد لدينا كبيرة بزر هنحنا اللي في الميريا سيفورا كان غير في الكورتة الانجليس هذا الفيديو اليوم سأتمنى اعجبكم و اتمنى اشترككم و اشتركوا في القناة و شكرا لكم في المرة و ان شاء الله سلامة